عندي تابلت قديم ما باستعملوش وبطاريته تعبانة ففكرت ان استعمله كوحدة طرفيه للمطبخ او قودة الاطفال بحيث يتعلق على الحيطة ويفضل على الشاحن بتاعه على طول بدون مشاكل شاحن عشان اعمل كده هشيل البطارية واعمل وصلا بشرة من مدخل الشاحن اول حاجة هفك التابلت واحدد مكان مدخل البطارية وافك كابل البطارية بعد كده ابدأ اشيل البطارية هفك البطارية من اللزء بظهر الجفت او بمسطرة معدن رفيعة بحذر عشان ما اكسرش حاجة ببدأ اجيب الافو واحدد اتجاه الموجب والسالب للبطارية وعلى اساسها بحدد الاتجاه على مدخل البطارية في بوردة التابلت ببدأ بعد كده افك البوردة عشان اخد وصلا بشرة من مدخل الشاحن لمدخل البطارية بعد كده بوصل البوردة بالشاحن واحدد اتجاه الموجب والسالب على مدخل الشاحن من خلال اراية الافو للفولت بحيث تكون حوالي 5 فولت وتأكد انه مش سالب 5 فولت وفي حالة السالب يبقى نعكس الاتجاهات بجيب اي نوع سلك معزول واحسب الطول بين مدخل الشاحن ومدخل البطارية بحيث اعمل كبري او وصلة بينهم بابدأ بالحامل وصلة بالجنب الموجب بجرب قياس الفولت بعد كده عشان اتأكد ان الوصلة تمام وما فيهاش مشاكل وبعد كده لحامل سالب واتأكد برضو ان الوصلة تمام بعد كده بلحامل جنب الموجب بمدخل موجب البطارية والسالب بمدخل سالب البطارية بابدأ اركب البوردو بالتابلت في مكانها بعد كده بوصل الشاحن واتأكد ان التابلت اشتغل تمام بعد ما اتأكدت ان التابلت اشتغل بابدأ اقفل التابلت كله كده بقى عندي تابلت اشتغل مباشرة بالكهرباء بدون بطارية واقدر اعلقه في اي حتة عندي واوصله على الكهرباء بدون مشاكل الشاحن واخلصنا من البطارية التلفى وبكده ابقى استفدت من التابلت الماركون عندي بسبب انه قديم وبطاريته تلفى اشتركوا في القناة لو لاحظت هنا نسبة الشحن الوهمية انه 100% عشان موصلين الفولت كامل لمدخل البطارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة Mode